السلام عليكم سيعة مكثفة مهما يكون الشكل تحتها أول حاجة تديرها هي تحسب الحقل الكهربائي داخل هذا المكثفة ومن بعد كي تحسب الحقل الكهربائي ترح تحسب الكمون بالعلاقات ويسوي مواق راديون في هذي ومن بعد بعد ما تحسب الكمون تتطبق العلاقات على سي تسوي كي على في الهنية لدي لهنى اللابوسين مثلا نجيب سورس نشحن هذا اللابوسين ندير هذا مثلا موجب وكي نشحن هذا موجب ستتوزع الى هذا كالسطح الخارجي هذا تكون الهنى عندي كمهاكة موجبه في هذي الداخل الهنى والهنية كذلك يعني في جميع هذا المحيط في جميع هذه المساحة الجانبية في جميع الأسطوان صحا الهنى هذي نشحنها بشكل سالب واحده سالبه واحده موجبه صحا ضربك الهنى نحتاج قلنا نحسب الحق الهنى لداخل الحق الكهربائي الحق الكهربائي قلنا الموجبين يخرج منهم والسالبين يدخل لهم يعني يجي كمهاكة الحق الكهربائي هاك 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 راح ثاني يشوف ليك منه انت تشوف كمهاكة جاي ليك لكن اللي هنا سوف نرسمون كمهاكة نقطات مثلا وهو راح تركام الكمها صحا نحسب الحق الكهربائي ايش نحتاج نحتاج سطح قوس سطح قوس الملعيم اللي هو بيانسور يكون أسطوانا كما كنا نديها في هذا المساح بحيث نقوله هادي نصف القطر تاحها R A وهادي نصف القطر تاحها R 2 هادي شحنتها بكمون مثلا نسميه V A وهادي كومون فيدو اللي طبقت عليه الكمون يعني اللازم اللي طبقته وبهدر لي هذا التوزيع ضربك هادي من نطع سطح قوس نسمي هذا نصف القطر R و الارتفاع تاحها نسميه H صحا سطح قوس بيانا نحسبه التدفق التدفق شا يسوي يسوي التكامل في سطح قوس المغلق تا E D S صحا قلنا اللي هنا يرفوقت يروح بالزيرة والمهم هذي حسبنا تا الاصطوانا وكام صحيح ما نعودوش ندي طيب فيها شان سيبو سيبو E يسوي E في 2 P R H بحيث هذا الارتفاع تا الاصطوانا وهذا المحيط الجانبية تعطيك المساحة الجانبية الاصطوانا لانه منا تروح بالزيرة سيبقى لك فقط هذا مفهم هذا هو الحق كارباي انا حاسبينه مقبل بزاشة المخطرة صحا قضربك هادي شي يسوي مجموعة الشوحن الداخلية كي انتاريور نسميها هاكا كي على إبسيرون زيرو يعني الكلي اللي هنا صحا ضربك شا نحتاج نطبق العبارة أو يسوي موها قرادين في مفهم هتفكرت وهذا الحاجة اللي هنا ياكم حاسين المرة اللي فاتت اللي هنا يا كي ما قلتلكم باللي هذو يروحوا بالزيرو هذو اللي هنا على هيروحوا بالزيرو اجمع بل اكما قلوا مشغلتها شمية نعودها صحا اللي هنا هذو المستوي كيف راه دايره راه دايركي ما هكا راه دايركي ما هكا وهذا المحور زاد هذا المحور ايجراج وهذا المحور اكس مثلا صحا الكومول اللي هنا يا احنا التوزيع تاع الشوحن يكون كيف كيف يكون متساوي اللي هنا في هذا الاخر مفهم لانه علاه بس كهذا الشوحن كل واحدة تدفع الاختها بحيث يكونوا يعني بنفس المسافة مثلا كون تكون شوحنة كيف هذي اللي منا تبعدها مثلا بواحدة سنتيم هذي منا تبعدها بنفس الشي بسنتيم سكوات وشوحن كيف كيف وهذي اللي من صافيك دايما يتوزعوا بشكل منتظم يعني السيجما تكون عندنا منتظم على هذا المستوي مين منتها و احنا نعرفوا باللي الفي يعني الفي شي يساوي يساوي تثابت في الكي على على ار مفهم يعني يعتمد على الشحنة مفهم صافيك احنا عندنا التوزيع هذا شو حاني ولا هنا هذا شي يسمو يسمو السفح تساوي الكومون بحيث الكومون اللهنية يكون متساوي في جميع هذا النقاط بس كيف شوحن راه يمتوزعه بشكل منتظم مفهم صافيك كنت تمشي على هذا المحور اكس الكومون يبقى ثابت الكومون اللهن ولا اللهن ولا اللهن ولا اللهن في هذا الاتجاه ثابت صافيك هذا المركب على اكس مشتقل ثابت بالنسبة المتغير يساوي 0 واللهنية بالنسبة ال Y كذلك يساوي 0 بالنسبة ال Z احنا نعرف باللي يتعلق بالمسافة R يعني كل ما تطلع الكومون هذك ينقص بس كيف ال R في المقام صافيك اللهنة تبقى لي بالنسبة ال Z فقط صح ضربك اللهنة عندي نفس الشي عندي غراديون هو نابل وندي احداثيات الأسطوانية صافيك شاي تبقى لي مثل الاحداثيات الأسطوانية فيها R هذا النصف القطر هذا مفهم وفيها تيتا زاوية للدور هكا مفهم الدور على هذي بهذا الاتجاه دور كما هكا الأسطوانا وعندي Z اللي هو هذا الارتفاع صح على المركبة Z كل ما نطلع هستشغ purple وما يتغير لهن أو اللحن كم كيف كيف يعني هذا شحن هناك رمته الزعين بشكل منتظم لكن حتى الح하다OW وكثيرا هذا الاتجاه الهمون هكذا لأنه هذا ن 줘 الهمون كمون على الذاو ثابت يعني الهمون على الذاو غير طبعا كي نظر كي محاكا كون نجي منا نقابلك ولا نروح ملغاد ولا نجي منا في كامل الاتجاهات كل ما نظر يبقى ثن ثابت 100 بالدرج لأن التوزيع منتظم صافيك على تيطا كذلك يروح بالزير وشي يبقى لي يبقى لي على R وفعلا لأنه R يتعلق هذا كV بالمساحة كل متبع عدة على هذا ستتسابيك ومن ينقص صافيك يبقى لي فقط ناقص DV على DR مفهوم؟ وهذا راح قدري مفهوم؟ صافيك احنا منديش الاشياء نخدم ديلكت ضروك صحا ضروك هنا شانين احتاج لي محتاج DV شي يسوي سوي ناقص ولا ندير الناقص منا خليها منه صافيك يبقى لي E DR كون نكامل من V1 حتى V2 كون نكامل من R1 حتى R2 مفهوم؟ ما بين الأسوان R1 حتى R2 صح هادي تكامل تعديل V هو V مفهوم؟ ونعوض صارك يبقى لي V2 ناقص V1 وندخل الناقص صارك يبقى لي V2 ناقص V2 كي ندخل الناقص ديلكت وله هنا E شي يسوي أهي يسوي الهنية كي أنتريور على 2PH في إبسيرون زيرو مفهوم؟ والهنية يولي لك 1 على RDR مفهوم؟ تكامل من R1 حتى R2 صحا هذا التكامل تعمن 1 على R1 صحا هذا التكامل من Rto إبسيلان زيرو هنا A然 A然 A Naq A A然 A A然 A 2 Naq A اللي هي A然 A 2 على R A A然 A A naq A Baw A然 A A Baw صح سأ unas فرق الم ihnen ذوك súper ًا سنطبق هذا العبارة C يساوي który على هذا V V هذا لي يساوي ك 2 15 Y إبسيرون زيرو في آلان آر آر دو على آر آ هكا هكذا تختزل مع هذه وهذه تطلع على الفوق سيشة تساوي 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 ثنين بي إبسيرون زيرو في آش على آلان آر دو على آر آ هذه هي في حالة أسطوانة صحا ننضي فقط واحدة تقريب شا ننضي ننضي تقريب رياضي بها نقارنوها معتع الأسطوانة المستوية لأنه يعني مش الأسطوانة المستوية عفوا يعني المكثفة المستوية والأسطوانية دايرا كي معك إحنا يبغي نقرب هذه هذه الأسطوانية للمستوية بنشوف شا ندير تقريب رياضي إحنا شا نعرف نعرف باللي هذا المسافة رح تصغير كي نقرب بهم البعض هم بعض بس كنحاوز نقربهم البعض هم بعض بالحق لهذا يكبر بس كنحاوز نقرب ببعض هم بعض وتنجه بقوة صافيك هذه المسافة التي تنقص ما هي أردو ناقص أرآ هذه المسافة أردو ناقص أرآ نسميه هنا وحد العنصر الصغير نسميه إيه مثلا أ صحا صافيك الأردو هذي تساوي أ زايد أرآ هذي أ هو وحد العدد صغير مثلا نقول لك عندك هذا خمسة سنتيم وهذا ربعة فاصل تسعة ربعة فاصل تسعين سنتيم تفهم؟ يعني هذا تسيبه 0.00 نحن نعود هنا أردو على أرآ أردو على أرآ وأردو يساوي أ على أرآ أردو هو هذا يعني نوزع هذا على أرآ نقسم نقسم على أرآ يقول هذا على أرآ وهذا أرآ على أرآ اللي هو واحد ساكتولي ألان واحد زايد أ على أرآ نفهم ذاك نديرو تقريب الرياضي تقريب الرياضي كيفه؟ 2 بيبسلون زرو عشا على أرآ كيكون عندك ألان واحد زايد عدد صغير مثلا إبسلون صغير هذي ستساوي إماجيني هذا يساوي الزرو ألان واحد شتساوي تساوي هذا كالزرو نفهم؟ هذي ألان واحد زايد هذا العدد صغير بسكو هذا أ عدد صغير بزاف وتقسمه على أرآ ساكي يزيدي صغار ساكو ألان واحد زايد ذلك العدد صغير بزاف تساوي بالتقريب هذك الأرآ على أرآ مفروح؟ لو كل أرآ هذي يكون تطلع ونسميها هذه أرآ تقريبا نخص تقريبا نسميها أي أر نسميها هو كأن هذا أر تحت سطح قوس البسكورة وبيناتهم سافيك بالتقريب يساوي أرآ و أرآ ساكي نسميها كماعك أر صغيرة الأر صغيرة تطلع على فوق ساكي تقول لي عندك دو بي أر آش إبسيرون إبسيرون زيرو أعلى أو هذي دو بي أر آشتها هي مساحة الجانبية الأسطوانة مثلا نسميها أس ساكي أس إبسيرون زيرو أعلى أو وهذي ركو محاسينات الشبه للتاعة المستوية اللي درناها المعرفة يعني فعلا المكثفة هذي تحتامد على الشكل الهندسي تاها تحتامد على المسافة ما بين اللابوسين وتحتامد على هذا السطح تاعة الأطيران صحا ضربك شن هذا المساح ضربك شن ديرو نشوفوا الجمع المكثفات على التسلسل والتفرر شوفوا مكثفات على التسلسل صح 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 يعطي لك مكثفة كما هكا مفهوم مع مكثفة مع مكثفة هذي مهمة جدا بسكو التامنية الأكثرية يطيحو كما هكا مفهوم نسمي هذي مكثفة عندها سياسي هذي سيد هذي سيد وهي رايحة مثلا نسمي هذا النقطة وهذا النقطة بي نجيب واحدة السورس مفهوم كما هكا مثلا ندير هذا الموجب و هذا سالب والله سيقول له هنا مفهوم هذي عنده تركيز كبير بزاف الشوحن الموجبة واللهنة السالبة كما هكا صح ذوك شا يدير شا تصرد يعني التين شحن هذي اللهنة هذي شا تصرد مثلا هذي إذا عندها موجبين وسالبين سالبين تحا يجو اللهنة وشا تخلي لهن تخلي في بلاستها شوحن موجبة نفهوم طيب هذي الشوحن الموجبة اللهنة هذو هذى اللابوس مع هذى اللابوس رهم كأنهم لابوس واحد لأن هذة رهم اتصل مع هذا رهم ناقيلين في حالة اتصال نفهوم يعني عندهم شا عندهم عندهم نفس الكومون هذي كيف يكونوا هذي كيف من معنتها كيف اتفهمه الكومون نشتهى هو يمثل تركيز الشحنات مثلا هذي عندها تركيز الشحنات أكبر من هذي مثلا هذي عندها خمسين كولوم وهذه 10 كولوم فقط فهذا الكومون راح يكون اكبر من كله هذا الكومون يكون اكبر من هذا والشحن تمشي من الكومون الاعلى نحو الكومون المنخفض بحيث تبقى تنتاقل ذلك الشحن الزيادة اللي عندها اذي حتى يقولوا كومونين كيف كيف فنقولوا هذورا هم متوازنين مع بعض يعني اللهنية وعدد الشحن يكون محفوظ بيانسور مش راح يتبدل بس كل اللهنية كما اللهن هذا فراغ وهذا فراغ الشحن اللي له متقدش تنقز في الهواء من نايا تبقى اللهنية صح هاذو المجبين صح يجذبو السالبين مفهوم وفي نفس الوقت اللهنية هذو السالبين جذبو السالبين ولهن هذو المجبين طبعوهم حاروف يقولوا ليمجبين بحيث يكون نفس العدد قال اللهنة عندك 10 شحنات سالبة لان يكونوا يقابلهم 10 شحنات موجب لأن الشحنات راهن قلنا في توازن يعني العدد التحم يبقى منحفظ بس كل اللهنة في الول كانوا عندك خمسين كولون موجب و خمسين كولون سالب خمسين سالب زيد موجب زيرو شوال راون في اعتدال كي تدلهم إعادة توزيع بسبب هذا الحقل الكهربائي الهنائية اللي يخرج هك و يجي هك هذا هو اللي يسبب من هذا المشكلة يعني يجابهم هك يبقاو ثان المجموعتهم لازم يبقى زيرو قانون إن حفظ الشحنة لازم بتأمان بهذا القانون مكاش كيف هيطيرو في الهواو اللي يجو من هذو اللي مجموعت هذو المجموين بدورهم كما نقول كاذالك يجبدوا مناء السالبين هك فهم أذكر هذا الشحنة هذا الشحنة مع هذو الشحنة كيف كيف لازم يكونوا كيف لانه هذو يفرضوا عليهم بها يكونوا كيف هو أنه عند عشرة كولون مجEngle ناقص 10 كولون سالم موجبه سالب صالح لك اللي هناء كي هذي كي 1 كي ثلاثة مثلا هذي كي 2 وهذي كي واحد هذي كذلك اللي هناء Meyer ص cayو的话 عندك موجبين مفهوم والله هناء سالبين مفهوم هذا الشاسرة صحة هذا المولد اللي يطبع هذا شي دير يطبع الشحن مفهم هذا شي دير لأنه عنده فرق في الكومون الكومون يبقى يطبع يطبع بهي شحن هادو المكثيفات وكوه يدير المجهود تاعو بهي لاغرو وهادو كذلك رام يطبعو هاك مفهم لأنه هذه العبارة يساوي ناقص قراد يوم في شا تعني تعني أنه الحقر الكهربائي وكاش نهر ما نعاودونا حضرولها بسكوا هضرنا عنها بصح ما عليش إلا ما فامتوه إذا نزيدنا عاودها ما عليش O يساوي ناقص قراد يوم V شا تعني تعني أنه الحقر الكهربائي يكون يعني يمشي يمشي في الاتجاه المعاكس للV يعني يمشي في اتجاه تناقص الفي نفهم هذي الناقص شا يعني يعني el O يمشي في اتجاه تناقص الفي يعني الO راح ماشي كما هكا راح ماشي في ذا الاتجاه والV راح هذا في هذا الاتجاه بينشر هو الV معه ما عندوش اتجاه ولكن هذا البلاسة عندها كومون كبير وهدي كومون مخافض يعني نمثلوه كماك من كومون مخافض لكومون المرتبع صافيك يمشي الO يمشي في العكس تاعه يعني كل ما تمشي في ذا الاتجاه الV يزيد والO ينقص فهو هادية اشي تعني هذا العبارة كونا نفهمها في زي كومون صحة ولا هنا قلنا كذلك كماك وقلنا الشحن تبقى من حافظة صح اضروك الكومون الكومون ضروك هادو ايه راح موجبين وذو موجبين كيف يصرى لهم يتنافروا هذي راح يتطبع في ذو الموجبين اللي يبغو يجو من وهذو الموجبين كذلك ما يبغوش يزيدوا قالها مثلا هذي تشغلة شبعة تتعملت على حسب سيعتها تولي هذي يتطبع منه بس كوهذا هو الكومون هو التطبع تاع الشحن الكومون يساوي واحدة ثابت في كي على R فاهمت تطبع الشحن في وحدة الطول يعني شعال الشحن راح تطبع منه صافك هاذي راح يتدمر وانطبع من لايه وهذو يتنافروا هاذا ما يقدرش يجوه منه وهاذا ما يقدرش يزيده كيقولوا يتدمر بنفس القوة هاقفك هذي هذا الشحن كيقولوا يتدمر بنفس القوة يعني هذا هذا نسميه مثلا في طروة وهذا في دو وهذا في او كيكونوا مع بعض كامل يدمروا بنفس القوة ثاي صحي هذا يحبس ميوليش يطبع ميوليش يزيدي شحن خلاص يكتافي صافيك شاوين تنحقو الاخر لانا كيكون هذا الفي توطال هذا اللي هو ما بين او بي سميه في او بي كيو اللي يساوي في ا زايد في دو زايد في طروة با يعني تحبس الشحن صافيك هذا وهذا هذا شدرتها نظروه هذا هو قانون كيرشوف مفهوم ومن بعد مثلا نزيد انتطاعيه صحا لازم يكونوا كيما هاك لازم كامل يتعاونوا ويطبعوا صحا وكل مكثفة طبع يعني عندها كومون على حسب الشكل تحال هندسي صافيك بحيث كي كامل يولو كيف كيف صحيبو نحن بسكين معه صحا الشحن قلنا لازم يكونوا كيف كيف بس كوله هنا اياه قانون احفاظ الشحن لازم هذو يكونوا كيف كيف يعني الشحنك يطروه مع كيدو مع كيه يكونوا كيف كيف كي اا تساوي كي دو وتساوي كي طروه وتساوي اي كي صحيبو ندو شح بزاف المكثيفات صحيبو عادي انا فقط تخدم تثلات مكثيفات وانت تفهمهم كامل وتساوي كي نفهم صحا ضروك الفيشة يساوي احنا نعرفه باللي السي تساوي كي على في هذي هي صحا انا عندي الهنية الفيشة الفيشة تساوي كي على سي صحيبو نعرفه باللي السي تساوي كي على سي نفهم سايد كي دو على سي هذي سي آن سي دو الهنية كي طروه وكي طروه قلنا كامل كي كيف كيف هنا أبي فى هذي yang V A b أعودها بي我要u td وانا كنا نريد ان نثبتها مثلا اماتيماتيك موها رياضيا نسميها مثلا هذه النقطة نسميها S و هذه امال د مثلا هذه اللهنية فى المادي ف livestock يساوي ساوي V , إذا نعود نكتبها V A b شو تساوي V A و ابقى هي V B مثلا V A كون نقص له هذي ال V C كون عند V C مفهوم مون عاود نزيدو من V C زي ال V C ناقص V C ناقص V D مفهوم و نزيد V D ناقص V B هكذا شغل ما درنا بس كون هذي رح تتختاز المعادلة وهذه تختاز المعادلة شغل ما درنا ولو كي ما نقول ولكن هذا شتهه V A ناقص V C هو كون منتح هذي وهذا هو تعدي يعني هذي من جد هذي جد من هذي بالحق ماتيماتيك موصفي ذركك ناقص هذي اللهنية هذي هني عوض تبالله له happening 하기 ناقص هكذا فهم ضربك و ش تلاحظ كونا نخرج لك implant المشترك تلاحظ باللي لي اللهنية ال Mir B كنا نعاوض بما تجد كنا قد يساوى كي الكو Gallium علي C و يساوى هذه اللي هي كي علي C زى ك �� زى ك على C يعني الهنة من هذي سته كنا نخرج لك يعني إلا نخلي واحد 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 ونخرج لكي عام المشترك بشكو نفسك يكون متساوية صافيك اللي هنا يا واحد على سي كيفارون شاتو ساوي ساوي واحد على سي آن زايد واحد على سي دو زايد واحد على سي طروة مفهم؟ هذا الفيديو مهم جدا لازم تفهمه كامل صافيك لازم تقبض علي المهم هذي ها كارنا فاهمينه ضربك الروح وكيكونوا على التفرر كيكونوا على التفرر يجو كيمهاك اللي هنا يا كيمهاك يجو مثلا كيمهاك هم بعد نديروا التامارين وزيد تفهمهم عمليح مفهم؟ مثلا نجيب اللهنة كذلك باطري كيما نقولوا أكا بليس موام واللهنة يصرى نفس الشي صافيك هذي سي آن سي دو سي طرو اللهنة ضربك اللهنة تحتامل اللهنة تبدل العقلية شوية بعلها لأنه اللهنة ضربك هذا الخيط هذا الخيط عنده كومون واحد مفهم؟ الكومون تاعه كيف كيف متساوي الكومون لأنه شنا قلنا علىها متساوي بس كو الأو يساوي قلنا وان دي في على دي ار مفهم؟ ذو كل احنا شا قلنا قلنا الحقل الكهربائي معدوم وإلا كان المشتقة تساوي حاجة يعني داخل الناقل الحقل قلنا يكون معدوم بدأ ما يكون معدوم فأنه الـ هذا كيف يكون ثابت يعني الـ كيف مع هذا يعني يكون نفسه صحا كيلحق لهذا النقطة طربك هذا اللابوس مع هذا اللابوس ره هم متواصلين وقلنا احنا يشنك يكون عندك كون تفهم النواقل تفهم المكثيفات بشكل جيد يكون عندك ناقي لين كماك متصلين مع بعض قلنا يقول لي كومون تحوم تساوي يعني كومون هذا مثلا نسميه V-A وهذا V-B هذا ال V-A هذا الكومون هو نفسه اللي راوله هو نفسه اللي أوله لأنهم راومت تاصلين يعني هذا V-A يعني يقع عندهم نفس الكومون مفهوم وإنه هنا في هذه كذلك لما تاصلين كامل لأنه لازم يكون عندهم نفس كومون هنا V-B V-B يعني عندهم نفس الكومون هذه المكثيفات مفهوم يعني نفس فرقة الكومون يعني فرقة الكومون تعذي المولد يساوي نفسها وكون شوف الكير شوف الكير شوف شوف الشي يقول لي يقول لي في كل الحلقة يعني هالي ان نقولو تطبعة بقوة كهربعية ولا نسميها يعني فرقة الكومون هذا يكون نفسه هذا فيماحة هذه الطباحة كي يكونوا كيف يفزي هذه التنشحن ويكونوا يعني فحاجة له يعني المجموعة تاحية municipما يكون يساوي صعير بسكو يكونوا ومتعكس في الاتجاه صح بيا نسوها دي تنشحان اللهنة يا ام واللهنة بليس 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 فهنا في تلاتجاه واللهنة ام وكامل صحة اللي تهمني يا ام يا ام يا قلنا انه ال V ال V A يساوي V 2 ويساوي V V طروة اللي كومونة كيف كيف فهمنا على صحة ضربك الشوحان الشوحان اللهنة يا مثلا نقوله هذي كل واحدة وكيف هذو المكثيفات اللهنة يا بس كوكين اللي عندها ايه المكثيفات اللي كي يكونوا كي يديرهم يكونوا كي مهاكا ها اللابوسي ميكونوش هاكا يكونوا هاكا متقابلين بالمساحات هذو صحة اللهنة يا اله اشا كنت نقول كنت نقول الكي الشوحن اللهنة يا ام اجيني مثلا هذي عندها 20 كولوم بصح متوازن يعني 20 كولوم مجبة وسالبة هذي 10 كولوم سالبة ومجبة هذي مثلا خمسة كولوم مجبة وسالبة يعني مخلطين معها صحة ضربك شي سرى اللهنة يا كين نديره مع بحال بليس يعني اللهنة يا مثلا هذي عندها ام خاصة الاحساب بالصيعة تحا مثلا يجو منا يجو هذا يعني الشوحن السري بتجيلهنة يا باتنش عن هذي صريكي اللي يجو له مثلا تبعث لك 10 هذي اشه عن تبعث مثلا تبعث خمسة مثلا تبعث 2.5 مفهوم يعني اللهنة يا راني يعاطي لهم الحرية اللهنة يا فف اللهنة ما كانو شي قدروا يجو منك كانو كانوا الشوحن هما اللي يفرضوا ولكن الشحن رايم الطاصل عدلك بالقوضة بهذا الموجب يعني كما تبغي تبعث اللي هناء يجو هادو الشحن مفهم؟ سوف يكونوا نقول لك شعال من شحنه جات شا تقول لي؟ هيا الشحنه اللي جات من زايد اللي جات من يعني الشحن في ذالحالة ينجمعه الكلية اللي جات من يعني اللي يجبتها بهتن شحن شا تساوي كي اا زايد كي دو زايد كي طروة مفهم؟ وانا شان عرفنا عرف اللي سيتوساوي كي على في صافيك هناء تساوي سي ااعلى في زايد هناء عرفنا يعني اللي هناء يثن نعود مفهم مفهم صافيك الهناية واللي عندك C A زايد C 2 زايد C تروا كل مضروب في ال V يعني C إكيفارون شاوى تساوي مفهم بحيث تكون الهناية لذن نعوض الهناية نستلزم نعوض C في ال V يعني C إكيفارون في ال V إكيفارون كل اللي هو V A B اللي هو نفسه V تع كل واحدة صافيك شاوى تساوي لي تساوي في V وفي التمرين نطبق عليهم هذا يعني المرة القادمة نديره التمرين هكذا نكون سليفنا للجزء والحمد للعرب العالم